السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون تهيئة الفصل التاسع للصف الرابع الابتدائي فصل القياس للفصل الدراسي الثالث نبدأ بحل تمارين هذه التهيئة أي الشكلين أطول؟ طبعا عندي هذا الشكل ألف والشكل با الشكل ألف هو الأطول نضع له إشارة الصح سؤال الثانين الشكل ألف هذا المستطيل أو الشكل با المستطيل الآخر هو الأطول الشكل با هو الأطول أوجد الناتج لكل مما يأتي إثنى عشر ضرب ستة طبعا بإمكاني عن طريق الضرب العمودي ستة ضرب اثنين ضرب عدد في عدد من رقمين ستة ضرب اثنين يساوي إثنى عشر واحد باليد ستة ضرب واحد ستة مع واحد باليد سبعة إذن الناتج اثنان وسبعون سؤال أربعة تسعة زائد ستة زائد تسعة زائد ستة عشر إمكاني طبعا أخذ التسعة مع التسعة مرتين أحولها إلى تسعة ضرب اثنين زائد ستة زائد ستة عشر تسعة ضرب اثنين أو نقول له تسعة زائد تسعة يساوي كم؟ ثمانية عشر زائد ستة زائد ستة عشر ستة زائد ستة عشر واحد باليد يساوي ثم نقوم بالجمع الآحد مع الآحد ثمانية زائد اثنين عشرة واحد باليد واحد زائد اثنين ثلاثة واحد باليد اربعة اذا الناتج ساوي اربعين سؤال خمسة عندي بين القوسين تجميع اثنين في ثلاث عشر زائد اثنين في تسعة الضرب اولا وحساب ما بداخل القوس اولا ثم عملية الجمع عندي اثنين ضرب ثلاث عشر زائد اثنين ضرب تسعة اولا نبدأ بحساب ما بداخل القوس اثنين ضرب ثلاث عشر بإمكاني عن طريق الضرب العمودي اثنين في ثلاثة ستة اثنين في واحد اثنين ستة وعشرين اثنين ضرب تسعة ثمانتعشر الآن نقوم بعملية الجمع ستة زائد ثمانية الاحد مع الاحد يساوي ارباطعش اربعة واحد باليد اثنين زائد واحد ثلاثة واحد باليد اربعة اذا الناتج يساوي اربعة واربعين سؤال ستة ستة وثلاثين قسمة ستة ما هو العدد اللي نضربه في الستة ويعطيني ستة وثلاثين هنا طبعا عملية القسمة هي عملية عكسية لعملية وين الضرب فما هو هذا العدد اللي نضربه في ستة ويعطيني ستة وثلاثين هو ستة نقول له ستة ضرب ستة يساوي ستة وثلاثين وايضا بنفس الطريقة اربعة وستين قسمة ثمانية ما معنى القسمة؟ القسمة تعني التوزيع اربعة وستين ريال رح نوزحهم على كم؟ ثمانية بنفس المعنى ما هو العدد اللي نضربه في الثمانية ويعطيني أربعة وستين هو ثمانية ثمانية ضرب ثمانية يساوي أربعة وستين بالنسبة إلى سؤال ثمانية ضرب تسعة ضرب ستة وثلاثين هنا طبعا نحتاج إلى وين؟ إلى عملية الضرب تسعة ضرب ستة يساوي أربعة وخمسين أربعة خمسة باليد تسعة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرين سبعة وعشرين زائد خمسة يساوي اثنين وثلاثين إذن الناتج يساوي تسعة ضرب ستة وثلاثين ثلاثمائة وأربعة وعشرين هذا بالنسبة إلى المجموعة الأولى من حل التماري ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية أوجد مساحة كل شكل مما يأتي الآن نجي إلى شكل تسعة طبعا نقوم بحساب المربعات فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر إذن المساحة اثنى عشر وحدة مربعة هذا بالنسبة إلى سؤال تسعة بالنسبة إلى سؤال عشرة في عندي مربعات كاملة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة هذه ستة كاملة هنا في عندي نص إلا في نص راح نحط عليه نقطة نص مع النص هذا واحد ثم هنا عندي نص مع النص هذا اثنين وهذا نص اثنين ونص اثنين ونص سؤال عشرة اثنين ونص هذولة خمسة أنصاص زائد ستة ثنين ونص زائد ستة ثمانية ونص وحدة مربعة هذا بالنسبة إلى سؤال عشرة ننتقل الآن إلى السؤال الحادي عشر أوجد حجم المجسم مستعملا المكعبات طبعا عندي هذه المكعبات هنا في عندي ثلاثة في ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وفي الخلف اثنين أيضا بيكونوا عشرة 11 خلف هذول الاثنين اللي قدهم إذن عدد المكعبات كم مستعملة المكعبات 11 وحدة مكعبة إذن المكعب يقيس الحجم والمربع يقيس المساحة هذا بالنسبة إلى المجموعة الثانية ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة حدد الأضلاع المتطابقة في الأشكال التالية الشكل 12 هو مستطيل المستطيل كل ضلعان متقابلان متطابقان شوف هذا يطابق هذا اللي عليه شرطتين يطابق هذا فنقول له باختصار كل ضلعين متقابلين متطابقين هذا بالنسبة إلى سؤال 13 وسؤال 12 أيضا هذا يطابق هذا اللي على اليمين يطابق اللي على وين على اليسار كل ضلعين متقابلين متطابقين هذا بالنسبة إلى سؤال 12 و 13 بالنسبة إلى سؤال 14 جميع الأضلاع متطابقة لأن الشكل مربع ومن خصائص المربع أن كل ضلعين متقابلين كل الأضلاع متطابقة خصائص المربع جميع الأضلاع الأربعة متطابقة لها نفس القياس نقول له جميع الأضلاع متطابقة السؤال الخامس عشر صنعت مشاعر إطار لصورة إذا كان هذا الإطار مربعا مربع مثل السؤال الرابع عشر فكم ضلعا له الطول نفسه نقول له جميع أيضا نفس الإجابة جميع الأضلاع متطابقة اكتب الزمن الذي تشير إليه الساعة فيما يأتي هنا طبعا تشير إلى الساعة الثالثة أقرب له الأحمر الأقصر هو للساعات الدقائق عند الثانية عشر يعني صفر يعني الساعة الثالثة تماما بالنسبة إلى أقرب الساعات في السؤال السابع عشر بين الأربعة والخمسة يعني الساعة الرابعة بالنسبة للدقائق عند الرقم ثلاثة دائما الدقائق نضربه في خمسة ثلاثة في خمسة خمستاش إذن الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة أيضا أقرب الدقائق يقع بين الخمسة والستة ناخد الساعة الأقل الخامسة وعقرب الدقائق عند التسعة إحنا قلنا الدقائق نضربه في خمسة في خمسة تسعة في خمسة يساوي خمسة وأربعين إذن تكون الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته